حرجع بك للمدينة المنورة الحقيقة أنا برضو يعني يمكن من الحاجات اللي كنت باستغربها هي الناشئة بتاعتك يعني والدك كان يعني أستاذ وإمام وخطيب وشيخ من شيوخ الأزهر وإحنا عارفين أنه الأزهر هي المدرسة الوسطية الدينية المحترمة في مصر يعني إزاي هذا الشيخ الجليل تربى في بيته وفنان يعني أحيانا تقول جات إزاي السؤال ده أو الجزئية دي بالتحديد في ناس بتقابلني اللي هم مش فاهمة فقولي يا عم ده أنت راجل بتاع راجل شيخ وبتاع إيه لي مشيك في اللي الحكاية دي ولكن هي كانت وجهة النظر أنه هو رحمة الله عليه الشيخ مرسي الدمراوي أنا كنت وأنا طفل بشوفه بيستمتع جدا من أستاذ صلاح منصور مثلا في المسلسل الزوجة التانية ولاقيه بيتفرج وأميها طبعا تفزيون أبيض وسود وبيرعش كده أو تلاقيه ما كانش عاجبه المشهد بتاع التحيل على الدين أما آآ 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 ولكن هو كان موجب بأداء الراجل للعمدة ده وألاقيه منفاعل بيه ويبتسم له وفي نفس الوقت أنا بروح معاه صلاة الفجر وخطبة الجمعة هو اللي بيخطبها في المسجد وبعدين بيتكلم عن الفن أنه رسالة وأنه الستم وكلسوم ديت كانوا هم طلبة في الأزهر طلبة معممين بيجمعوا مبلغ عشان يروحوا يتفرجوا على حفلة الستم وكلسوم اللي كان بتقدم كل أول شهر فكرة ده أنه عنده الحتاء أنه كمان هو كان شايف فيه أنه أنا الولد الشائع اللي بدخل أقلد الناس وأعمل ففيه إحساس نفسي أطلع ممثل عايز أطلع زي الراجل اللي أنا بشوفه في التلفزيون ده مثلا أستاذ عاد الإمام به هو يعني المسلسل مثلا بتزاع فأنا منبهر وقعد قدام أنا بعيط له أنه هتلنا تلفزيون فيجيب للتلفزيون أنا حاس أن أنا مرتبط بالحاجة دي عمره ما قال لي غلط ولا حرام ولا عيب غير حاجة واحدة هيهتم بدراستك خلص وعمل اللي أنت عايش فكرة الخوف على الإبن دايما من فكرة أنه هو مفيش مهنة سابتة أنه هل الفني ده طريق بحر أنت هينط الماء هيروح فين إنما لو هو هيطلع مهندس هو عارف هيطلع فين المدرس هيطلع هيروح فين في مهنتنا إحنا الدنيا بردو مش واضحة مفتوحة جدا ومش واضحة ووارد بس هنا بقى تربية البيت هي اللي بتعمل الصيانة دي طبعا يعني هي اللي بتربي الزرع والعضلات والإنسان أنا لما كنت أجذب كطفل أنا كنت هنا بأجيب بأكلم واحد صاحبي عشان هم بيذكر معايا الكيميا فأنا وأنا كنت بلعب مثلا أو بروح أسر السقاط فكان ده في عقاب بالعين رهيب جدا أقوى من الضر ده العين دي كلنا كنا من اتراب يعني أنا فاكرة أنه يعني كان والدي بس يبص لي العيون الدموع تنظر خلص موضوع فيقول لك ما فيش مراقشة أول خصاب إن أنا مش هكلمك مش هرد علي من الوقت نعود نهاتي مع أولادنا الجيل تاني ده ده جيل بقى يعني ربنا معاه هو إن شاء الله يبقى أحسن مننا أكيد لأنه زمنه مختلف طبعا والميديا الحياة اللي حواليه فيها إزعاج أكتر لأن الأمور كانت عندنا سينما بنروح السينما يوم الأجازة شوية راديو حلوين في البيت نعم دولة محاصرين ما بين يوتيوب وفيسبوك وكذا وكذا وناس بترغي كتير جدا وناس بتتكلموا أراء مختلفة متبينة الصوت عالي في كل حت جدا فده دوشة الدوشة دي هم مبرمجين لها ولكن إحنا عشان خفنا عليهم فطول الوقت متوجسين خيفة كده ترجمة نانسي قنقر